أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يقدس الإسلام الصبر على الشدائد ويرفع الشهداء إلى أعلى المقامات على هذا ركز الإمام الذي جود القرآن للمرة الأولى في البرلماني النيوزيلاندي لا توفر نيوزيلاندا وسيلة لإعلان تضامنها مع الضحايا رئيسة وزراء البلاد تعلن الوقوف دقيقتين صمت الجمعة في ذكر مرور أسبوع على مجزرة المسجدين إضافة إلى بث الآذان على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون من مكان إلى آخر تنتقل رئيسة الوزراء وفي كل مكان تسمع صيحات رقصة الهاكة التقليدية كل نيوزيلاندي صغيرا كان أو كبيرا امرأة أو رجلا يعبر عن الحزن بتحدي أو بترنيمة ولا سيما بعد دفن جثمانين من الضحايا والإعداد للجنازة الجماعية الجمعة تختار نيوزيلاندا سياسة التضامن وانتصاص الغضب حتى مع تركيا التي توعد رئيسها بجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلاندا سيواجه نائب رئيس وزرائنا تلك التعليقات مباشرة في تركيا وجها لوجهة وفي المقابل سيحضر وفد من الحكومة التركية يحمل رسالة تضامن مع نيوزيلاندا ومع من تأثر بهذا الهجوم الإرهابي أما أستراليا فدن رئيس وزرائها ما وصفه بالتصريحات الطائشة والهجومية للغاية فإردوغان حذر الأستراليين المعادن للإسلام بأنهم سيلقون مصير لجنود الأستراليين نفسه الذين قتلوا بأيد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لقد طلبت توضيح هذه التعليقات وسحبها سأنتظر لنار ما هي ترد من الحكومة التركية قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات لكن يمكنني أن أخبركم بالتأكيد أن جميع الخيارات مطروحة فتحت أستراليا إذن باب الخيارات في مراجعة العلاقات مع تركيا بعدما فتح إردوغان النار بتصريحاته التي وصفها بعض الإعلام الغربي بأنها تصريحات انتخابية دعائية بامتياز